أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربية العميد الرقن تركي المالكي استكمال عملية تبادل الأسرة والمحتجزين بإطلاق صراح 104 أسرة من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة وقال العميد المالكي في تصريح نشرته وقالت الأنباء السعودية واس أن هذه المبادرات تأتي امتداد للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة المتعلقة بالأسرة وأضف أن هذه المبادرة أحادية الجانب تهدف على دعم عملية تبادل الأسرة والمحتجزين وإنهاء هذا الملف انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وحكام اتفاقية جنيفة الثالثة للأسرة وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت تجراءات إطلاق صراح الأسرة 104 بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعه كما أفرج أيضا عن 48 محتجزا سابقا كجزء من عملية الإفراج من جانب واحد التي أطلقتها قيادة القوات المشتركة التبعة للتحالف ترجمة نانسي قنقر